دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي يبدأ اليوم جولة في المنطقة دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى وقف النار في غزة وفي لبنان قال لامي أن الوقت حرج ويجب عدم الضعف لضمان وقف النار في غزة ولبنان وإيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة قطاع غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وحذر في بيان نشرته الخارجية البريطانية من أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط خطر بشكل لا يصدق وقال البيان أن لامي سيسعى خلال جولته للضغط من أجل إنهاء دائرة العنف وسينقل محاوف بريطانيا من التصعيد جراء سوء تقدير الوضع كما سيكرر مطالبات لندن بوقف النار في غزة ولبنان وأشار البيان إلى أن لامي سيطلب من الشركاء الأقليميين حض إيران ووكلائها على ضبط النفس كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الولايات المتحدة والدول عربية تناقش مع إيران وقف إطلاق نار شامل أو يشمل كافة الجبهات وبشكل متزامن دون أن تكون إسرائيل جزءا من تلك النقاشات ونقلت القناة مسؤول في تل أبيب قوله أن إسرائيل في موقع قوة مؤكدا عدم وقف القتال في لبنان إلا بتراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتفكيك كل بنيته التحتية العسكرية على الحدود وكذلك فكر طباط الجبهة اللبنانية بجبهة غزة ورفض المتحدث باسم البنتاجون باتريك ريدر في تصريحات للحدث الخوض في تفاصيل الرد الإسرائيلي على إيران مع تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون توسيع الصراع في المنطقة لن أخمن وأعطي تكهنات بشأن شكل الرد الإسرائيلي على إيران إسرائيل لديها الحق في الرد ونؤمن بذلك لكن في الوقت نفسه لا نريد أن نرى تصعيدا واسعا في المنطقة ونناقش في هذا الصدد الخطوات المقبلة لا نرغب في رؤية صراع واسع في المنطقة والتحول إلى صراع إقليمي واسع ونرى أن الدبلوماسية هي أفضل السبل لإعادة السكان إلى جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية وهذا هو جهدنا في الفترة الحالية